اشتركوا في القناة على جيل ابنتي لذلك اعتقد انه من المهم التحلي بالشجاعة والتصدي للامر كمفتش اقتصادي ومصرفي كان رودولف ألمر جزءا من هذا النظام اولا في زيوريخ ثم في الملاذ الضريبي في جزر كايمان حيث اكتشف ذلوع مصرف يوليو سبير في التهرب الضريبي وغسل الاموال على نطاق واسع كان من الخطأ تسليم تلك التأكيدات بان صفقات البيع والشراء تمت في جزر كايمان بتكليف خاص بينما كانت زيوريخ قد قامت بالشراء المسبق اضف الى ذلك ان بعض زبائننا كانوا مشبوهين بطبيعة الحال كضابط الشرطة المكسيكي تشابارو الذي حكم فيما بعد بتهم القتل وغسيل الاموال عندما طرح اسئلة على الادارة نشب نزاع مصرف يوليو سبير مارس عليه ضغوطا لكنه رد عليها بالمثل ثم تجاهل السرية المصرفية ونشر البيانات وظهر في 2011 مع مؤسس فيكيليكس جوليان أسونج المدعي العام حصل على كافة البيانات لكنه لم يفعل شيئا لكن تسريبات ويكيليكس أشهرت الأمر في العالم كله هذه القضية أصبحت منذ عشر سنوات معركته الشخصية ضد نظام فائق القوة الرأي العام هو وسيلته الوحيدة للضغط ففي سويسرا لم تكن هناك تبعات للبيانات التي كشف عنها قضيتي واحدة من القضايا التي لا تحقق فيها العدالة الجنائية لأسباب سياسية أيضا إلى أين سيلجأ المرء في سويسرا عندما يريد مقاضات بانك يوليو سبير أو كريديت سويس أو يو بي اس فهذا سيثير الشكوك حول الوضع المالي بأكمله اتت الضغط من أمريكا بالخصوص الأنشطة في الخارج التي تم الكشف عنها أثارت الشكوك بشأن السرية المصرفية في سويسرا السبب الذي يدفع الإنسان لإدارة أمواله في سويسرا هو عدم كشف اسمه بسبب السرية المصرفية وتلك السرية المصرفية كانت محمية بالقانون وبالطبع عندما تظهر قائمة بالأسماء فهو بمثابة طلقة في قلب هذه المنظومة دفع رودولف ألمر ثمنا باهظا لقاء تسريب المعلومات مائتين وسبعة عشر يوما في السجن وعدة أسابيع في مصحة للعلاج النفسي وقد كانت أوقات عصيبة بالنسبة لابنته أيضا سيكون رائعا لو تصل المعلومات إلى المجتمع بأن المحتالين والمتهربين من الضرائب هم لصوص أيضا العقوبة الوحيدة التي قد تؤثر في المستقبل عندما يدخل المرء إلى السجن بسبب سرقة الدولة والأموال العامة يقول رودولف ألمر إن المسؤولين والمجرمين يجلسون في المصارف في كل العالم وهذا ما يريد السويسري كشفه فهو لا يستطيع تغيير النظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر